أن الحكومة العراقية تستغل هذا الفاصل الزمني حتى تعلن نتائج التحقيقات لمفاوضة إيران حول سلاحها ولأجل مراقبة الوضع الأقليم العام أين سيمضي في طبيعة التحديات القائمة سواء في موضوعة البحر وموضوعة الناقلات أو موضوعة استمرار القصوفات المجهولة لمقرات الحشن وبالتالي هي تكسب المزيد من الوقت نعم نعم هي تراهن أولا على استكمال التحقيقات لتكون لديها بينا رغم من المنطق لا توجد دولة تستطيع أن تتجاثر على العراق في هذه التوقيتات إلا إسرائيل التي لديها عداء فعلا سواء مع إيران أو مع الفصال التي تعتقد هي أذرع إيران بالجانب الآخر أيضا العراق يجب أن يتجنب هنا رئيس الوزراء دوره سواء كان الآن أو المستقبل يجب أن يتجنب أن يكون العراق جزء من صراع إقليمي في المنطقة باعتبار أن إيران يجب أن تتفهم أن استقرار العراق وحلاوة السلام في العراق هو الشعب الوحيد الذي يطالب دائما بأن يتذوق حلاوة السلام والشعب العراقي باعتبار أن الشعب العراقي عانب من ويلات الحروب كثيرا وبالتالي على الجانب الإيراني حتى إذا كانت لديه نوايا الحرب بالنيابة أو أن يكون هناك عمقا لإيران داخل أراضي العراقية السورية أن يتفهم أن وضع العراق غير وضع سوريا غير وضع لبنان تعرف العراق في تعقيدات داخلية وخارجية لا تسمح للعراق بأن يكون في جهة معينة على حساب جهة أخرى العراق يجب أن تتخذ الحكومة قرارا وأن تبنع الجانب الإيراني هذا كلام مهم نعم